بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف السادس الابتدائي كما اعتدنا بداية كل حصة دراسية نذكر مجموعة من القوانين أولها أبحث عن مكان هادئ أجهز جهاز الحاسب الآلي أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع الدرس بإذن الله سيكون تسخين الطعام الهدف العام أن يسخن الطالب أو الطالبة الطعام الأهداف الخاصة ثلاثة أهداف أن يعدد الطالب أو الطالبة الأواني القابلة للتعرض للحرارة أن يعدد الطالب أو الطالبة الأواني الغير قابلة للتعرض للحرارة أن يشير الطالب أو الطالبة على القفاز الحامي من الحرارة تسخين الطعام حسنا طلابي في ذات ليلة اجتمعت العائلة على مأدبة عشاء جميلة ولذيذة بعد الانتهاء من تناول وجبة العشاء تم مشاهدة سفرة الطعام مليئة بالطعام الذي متبقي ولم ينتهي قاموا بأخذ هذه الطعام الأطعمة وحفظها وتغليفها ووضعها في جهاز التبريد أو الثلاجة حتى يتم تناولها في وقت لاحق أو وقت آخر في الغد ذهب أحمد وفتح جهاز التبريد أو الثلاجة وأخذ الطبق ويود تسخينه ما هي طريقة تسخين الطعام البارد وكيفيته وما هي الأجهزة التي تساعدني على تسخين الطعام هي التي تتواجد هنا على الشاشة يوجد لدينا المايكروويف والفرن والغاز إذن تسخين الطعام يكون للوجبات التي تم الاحتفاظ بها في الثلاجة أو الفريزر لأكلها في وقت لاحق يتم تسخين الأطعمة من خلال جهاز المايكروويف أو على الفرن عند تسخين الأطعمة هناك أواني يتم استخدامها وآمنة وهناك أواني لا يتم استخدامها وغير آمنة فيما يخص الأواني الآمنة فهي الزجاج أو البايريكس السيراميك، الفخار أو أي طبق مدون عليه مايكروويف سيف آمن في المايكروويف كأكياس الفيشار مثلا وما تشاهدونه على الشاشة أما فيما يخص الأواني الضارة أو الغير قابلة للتعرض للحرارة فهي الموجودة على الشاشة مثل البلاستيك والميلامين وهي المتواجدة صورها على الشاشة نشاهد الآن طلابي هذا القدر من ماذا من القصدير هل أستطيع استخدام القصدير داخل المايكروويف؟ لا، غير آمن ولا يصح ذلك لكن هل أستطيع استخدام القصدير داخل الفرن؟ فرن الغاز أو فرن الكهرباء؟ أحسنتم بإمكاني استخدامه هل يصح استخدام الميلامين داخل المايكروويف؟ لا، لا يصح ذلك أبدا فهو من المواد الضارة الغير قابلة للتعرض للحرارة حسنا نعود ونشاهد ما تبقى لدينا يقول نشاط رقم واحد وحدة المهارات الحياتية والأسرية درس تسخين الطعام أرسم دائرة حول الإناء القابل للتعرض للحرارة هيا، يوجد أربعة أواني ما هي الأواني الآمنة؟ يوجد قدر من الزجاج أو البايركس قدر من الستيل قدر من وعاء بلاستيكي ووعاء أو حافظ الطعام بلاستيكية أيضا هيا سأنتظر جميع الطلاب والطالبات ليقوموا بمشاهدة الصورة والتخمين حول الأواني الآمنة والقابلة للتعرض للحرارة ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة هيا، تمعنوا في الصور سأعطيكم الوقت للإجابة على هذا السؤال وسأنتظر حسنا، ما هي إجابتكم؟ على أي الأواني وضعتم الدائرة؟ هل الصورة التي بالأعلى للقدر الزجاجي تعتبر آمنة؟ الصورة التي بجانبها للقدر أو الوعاء من الستيل أو السانسيستيل يعتبر آمن؟ لنشاهد الإجابة نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، يعتبر آمن؟ أيضا السانسيستيل أو الستيل يعتبر آمن؟ لكن الوعاءان الذي بالأسفل من البلاستيك ويعتبران غير آمنة لذلك لم يتم تحديدها نشاهد هنا على الشاشة ماذا طلّا؟ بماذا نسمي هذه القطع القماشية؟ أحسنتم، يطلق عليها بيز، وهي قفاز حماية من الحرارة، حتى عندما أخرج الأواني من الفرن أو أقوم بإمساك القدر الذي يتواجد على الفرن أو الغاز، يكون حامي ليدين من ماذا؟ حامي ليدين من ماذا؟ من الحرارة، أحسنتم، بارك الله فيكم نشاط رقم ثلاثة طلابي، نشاط جميل وممتع، سنستخدم فيه الألوان يقول لون قفاز الحماية من الحرارة بلونك المفضل لون قفاز الحماية من الحرارة بلونك المفضل هيا الآن أحضر الألوان التي تفضلونها ولنختار لون جميل لنلون به قفاز الحماية من الحرارة هيا الجميع بلا استثناء ليقوم بالتلوين الجميع هيا طلابي لنقوم بالتلوين أي لون تم اختياره؟ أحسنتم، بارك الله فيكم ماذا اخترتم؟ أي لون؟ اللون الأحمر اختارته المعلمة، ماذا عنكم؟ أي لون؟ هل هو اللون الأزرق أم الأصفر؟ حسنا، ننتقل الآن إلى نشاط رقم أربعة يقول ضع خط تحت صورة أدوات الحماية من الحرارة أدوات الحماية من الحرارة، ماذا ذكرنا؟ هيا لقد قمنا بذكرها قبل قليل ماذا كانت؟ أدوات الحماية من الحرارة أو ما يطلق عليه البيض أين هي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم حسنا طلابي وطالباتي إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم يجب على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال تدريب الطالب والطالب على الكيفية الصحيحة لتسخين الطعام والأدوات الآمنة والأواني والأدوات الغير آمنة فيما يخص التوصيات، هي أربع توصيات لا بد من الحرص والمراجعة الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه لا بد من المتابعة نقل الخبرات الأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حوله إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء